هايقول لنا ما احنا بناكل عيش عشان ما بناكلش بروتين كتير فما تقوليش كمان قلل في أكل الكاربوهيدريتز بتاعتك عشان توفر كلام ده وما امتقيك واحنا عندنا حاجتين لازم نفرق بينهم فرق بين الجسم المحتاج إيه وانا عايز أشبع هو المشكلتنا الأساسية فهو الإحساس بالشبع مش الإحساس مش الحاجات اللي الجسم محتاجها لو احنا هنتكلم على كاربوهيدريتز أنا روبير غيف طول اليوم يكفيني لكن هي فكرة عدد خاطئة عند الناس أنه احنا بنقول أنا بشتغل أنا ببزل مجهود يعني أنا مثلا لو حد بيذاكر كفاية بالنسبة لبنبنية عشان تزود نسبة الجلوكوز لأن الجلوكوز ده هو الغذاء الأساسي للمخ أو طفحية أو أي حاجة فيها شجر لكن فكرة أنه أنا لازم أكل ساعة سبعة الغرفة في اليوم يعني عايز أقولك حاجة صغيرة ربما يقولك كده ربما رب ضرت النافع هو لما الحاجة بتزيد سعرها في حاجة حتى في علم التسويق احنا التسويق بيسموه ماركتنج عكس التسويق بيسموه دي ماركتنج فدي ماركتنج أنه حاجة أنا بعملها عشان أقل الاستهلاك على سلعة معينة فلما الكهرباء مثلا زاد سعرها الناس ابتدت تقلل الطلب عليها ده مش معناها أن الناس دوقتي عيشها في الظلمة بس ابتدت تقتصد في حاجة ما كانتش بتعملها فنفس النظام دلوقتي لو العيش دلوقتي زاد بشكل أو بآخر وأنا اضطريت أن أنا أقل الاستهلاك العيش أنا هلاقي مع الوقت أن أنا صحتي بقت أفضل وفي نفس الوقت أنا ما تأثرتش بشكل أو بآخر كمجهود لكن هي في الآخر عادات معينة أنا تعودت طالما ببزي المجهود أن أنا أكل عيش كتير وطالما ما أكلش بروتين طب هو العيش في الآخر ما لوش علاقة بالبروتين فأنا لو لو أنا دلوقتي البروتين قليل فأنا هاكل عيش أنا باكل عشان أشبع مش عشان استفيد جسمانية طب أنا عايز أستفيد بحاجة أنا عارفة أن حضرتك أكيد ما تقصدش أو مش عايز تقول لنا لأ أن نقلل من بس من تحديد ما العيش أستاذ سهيل قالت حاجة مهمة فكرة النسب اللي احنا بننفقها احنا واضح أن احنا فعلا ركزنا لمشكلتنا في استهلاك الأكل هل حضرتك شايف أن مشكلة إدارة الأموال عندنا في الأكل بس ولا في ممارسة تانية نعم في كل حاجة في الكهرباء في الميا يعني هقول لحاجة مثال بسيط جدا هو الناس لما حصل الكوفيد وحصل إغلقوا كل الكافيهات الشهيرة فالناس عملت إي كانت تعمل قهوة في البيت وفي ناس منهم كملت وانبسطت بالمنظر ده ليه أولا هتوفر فلوس ثانيا هتبع حاجة أنضف بكتير ويجيبها من بره وأنا عارف معمولة إزاي لكن أنا ما تعودتش على كده لكن لما حصلت بشكل إجباري ما أنا أقول لحاجة في الإدارة التغيير بيمشي بشكل من اتنين يا شكل تفاعلي بيسموه الأد هوك فأنا مفيش لوقتي كافية فاتح فأنا مضطر أن أدسموه تغيير تفاعلي أو فيه تغيير بشكل مبادرة أن أنا لأ طب ما أفكر أعمل كده إحنا تعودنا إحنا نشتغل بالتغيير التفاعلي إن تحصل المشكلة فإحنا نتعامل مع المشكلة لا أنا مش مفروض أعمل كده أنا مفروض أفكر ويمكن دي حصلت في الدولة المصريف كذا حاجة أنا عايز أقول لحاجة مثلا سنة الكوفيد أنا سفرت كندا بعد أنا مصد كندي بعد ما الأزمة فتحت إحنا كنا بنتبهدل هناك في السوبر ماركت وفي الخضار وفي الفكهة في مصر ما حصلش الكلام دا إحنا لا خالص فده فكرة أن إنت إزاي بعندك وإنت حطة خطة نتوي حطة فكرة أن أنا ما استناش تحصل مشكلة واجي أدور إزاي أتغير طب أنا دلوقتي عندي مشكلة في الدخل إيه المشكلة أن أنا أدور على حاجات يعني بعض الناس ما تقال طب ما تعملوا عيش في البيت إيه المشكلة أن بعض الناس قاعدت تسخر من الأفكار دي ليه ما تتعملش كده؟ ليه ما تدورش على فكرة أن أنا أعمل طاقة شمسية؟ عارف لي أن يتزعى لما حد يقول لها وفر انفقها؟ لأنه طول الوقت فاكر أن اللي بيقول لي وفر هو مرفه نفسه وطول الوقت عندنا إحساس المقارنة هذا سؤالي الأخير وقتنا خلص طبع بس أنا عندي سؤال هل المقارنة جزء من أزمتنا الاستهلاكية؟ هل أنا طول الوقت عايز ألبس شبه فلان وأأكل شبه فلان؟ هل دي أزمة؟ أنت تصنف أزمة في إدارة الأموال؟ حد يقولي إذا أنتو شكتوا سبتوني طبعا أكيد أصدر أكيد مش بس للأسف في المقارنة فقط ولكن كمان المغالاة في التصرفات والتباهي ببعض التصرفات المالية فبتؤدي أنها بتعمل لك أزمة اقتصادية ولأنك بتعمل سلوك استهلاكي مش صحيح فبيؤدي أن أنت في الآخر بتخسر جزء من مدخراتك أو جزء من أموالك فبتؤدي لأن دخلك ما ينفقش بالطريقة السليمة طيب دكتور رقفة هل لو قلت للإبني مش قادر أشتري ده دي حاجة عيب وتأثر في نفسياته وتضره؟ بس حسب من الأول أنت بربيه بطريقة أنه هو يبقى متفهم ولا لا وانت لو دلعته أو يجيتي بعد كده قلتله لا مش هقدر أجيب لك كده مش هتقبل الكلام ده لكن أنا من الأول لكن دي طريقة تربوية موجودة طبعا طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا